اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم بهتين الآيتين الكريمتين تنتهي سورة طاه المباركة ربما نستظهر من هاتين الآيتين مجموعة من القواعد المهمة التي ترتبط بالبشر وتبين جانبا من عدل الله تبارك وتعالى ورأفته وحكمته بالإضافة إلى منحه الاختيار للبشر في اتخاذ المصير مع عدم إهمالهم بالمرة فهنا مجموعة من النقاط ربما يمكن استظهارها من هاتين الآيتين الكريمتين عدل الله تبارك وتعالى ورأفته هذا أولا وثانيا حكمته عز وجل وثالثا منحه الاختيار للعباد في أن يتخذوا مصيرهم القرار بيد الإنسان إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنا هذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لكن ليس معنى ذلك إهمال العباد بالمرة وإنما هناك توجيح تبشير انذار تهديد حتى يتبعون الصراط الصحيح فيهتدون بهدي الله تبارك وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلتها إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يمكن استظهار قاعدة قبح العقاب بلا بيان من هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى عند مجموعة من القوانين والمقررات اللي نسميها بالواجبات والمحرمات هذه الواجبات والمحرمات الأحكام الإلهية أبلغها للناس عبر الرسل مقتضى العدل الإلهي والرأفة الإلهية أن لا يعذب أحدا إلا أن يرسل إليه رسولا إلا أن تتم الحجة عليه الله عز وجل بعدله وبرأفته وبحكمته خلق الإنسان وعطاه العقل ومنحه الفطرة بالعقل والفطرة يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى الحق ولكن لم يكتف بهذا المقدار وإنما أضاف إلى ذلك إرسال الرسل لإتمام الحجة على العباء وبعد الرسل الأوصياء عليهم أوضل الصلاة والسلام اللي نقرأ في دعاء الندبة وكلن أو وكلن شرعت له شريعة ونهجت له منهاجة وتخيرت له أوصياءة مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك لألا يغلب الحق لألا لألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لو لا أرسلت إلينا رسولا منذرا هذه النبوة وأقمت لنا على من هذه هذه الإمامة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزر مقتضى العدل الإلهي أن لا يعاقب أحدا إلا أن تتم الحج عليه هذه القاعدة اللي يبحثوها في الأصول قبح العقاب بلا بيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قبح العقاب ولا بيان طبعا هذا قانون إلهي يدل على عدل الله تبارك وتعالى مقتضاء الرعفة الإلهية أما البشر هذا القانون معدهم يعذبون المجرم وإن لم يصله المانع إذا واحد ارتكب خطأ ارتكب جريمة وضعية يعاقب فس لو ادعى أنه جاهل ما كان يدري وثبت عندهم أنه ما كان يدري مع ذلك القانون يطبق عليه الآن إذا واحد يسافر إلى دولة أجنبية دولة بعيدة عندها مجموعة من القوانين هذا ما يدري جاهل بتلك القوانين لا يعلم شنو ممنوع شنو محظور شنو مجاز في دولته مثلا حمل السكين مجاز خل سكين في جيبه وذهب إلى تلك البلدة اللي يمنع فيها حمل السكين كمثال يقبض عليه ولو جاء بألف دليل أنه أنا ما كنت أدري أنا جاهل أنا ما قرأت قوانينكم أو قرأت قوانينكم ما وصل لهذا الشيء ما يسمعون من عنده القانون يأخذ مجراء مجراء ولا يحمل مغفلي هذا بخلاف قانون الله الإنسان الجاهل المعذور سأكون تفصيل بين العامد بين الجاهل القاصر بين الجاهل المقصر هذه تفاصيلها في محلها في مباحث الأصول والفئر الجاهل ما يدري وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله رسوله أكو قاعدة ثانية أيضا رفع ما لا يعلمون في أصول الدين هذا موجود في فروع الدين أيضا موجود في الأحكام الفرعية أيضا موجود إذا واحد ما يدري حكم ما يدري ارتكب جريمة شرعية اللي يستحق على أثرها السجن مثلا أو إجراء الحد مثلا أو عقاب معين مثلا إذا ثبت أنه كان جاهلا بهذا الحكم يرفع عنه العقاب هذا قانون جدا متطور في الإسلام الظاهر هذا الحكم في يومنا هذا لا يطبق على وجه هذه المعمورة حتى في الدول الديمقراطية التي تدعي الحرية على تطورها يأخذون الإنسان المرتكب لخلاف القانون ويغرموه ويعاقبوه من دون النظر إلى علمه أو جهله الإسلام موها كذا لاحظوا هذه الرواية في المسائل الفرعية الجزئية الأمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن عبا باكر أتي برجل قد شرب الخامر من أشد المحرمات شرب الخامر جاءوا بهذا الرجل الذي شرب الخامر فقال لما شربت الخامر وهي محرمة فقال أني أسلامت وما أدري أنا كنت بين جماعة ذو اللي يشربون الخامر ويستحلون الخامر وأنا لا أعلم ذلك ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها جاهل متى؟ يمكن بعد سنوات من حكم تحريم الخامر الظاهر الحكم منتشر في كل مكان ولكن هذا يدعي الجاهل خب المعضلة من لها؟ أبو الحسن لا أبقاني ذاك الرجل يقول لمعضلة ليس لها أبو الحسن فقال علي لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصاء حققوا جاهل لعالة فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل وده فره على المهاجرين والأنصار أنت قرأتوا الآية أمام هذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيل خلال لا يجرى عليه الحد لأنه جاهل رفع ما لا يعلمون في أصول الدين هكذا في فروع الدين أيضا هكذا لا عقابة طبعا ضوابط ومقررات وشروط وتفاصيل مذكورة في الكتب الفقهية الآن في الإطار العام دعنا نتكلم بغض النظر عن التفاصيل الجزئية مقتضى العادل الإلهي والرأفة الإلهية أن لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا ومن مقتضى الحكمة الإلهية أن يغلق باب الاعتراض هذه من الحكمة بعض الأحيان واحد يتخذ قرارات صائبة قرارات صحيحة ولكن أكو ثغرات هذه الثغرات ربما تكون مستمسك للبعض للإعتراض القرار صحيح وصائب لا بد أن ينفذ وينفذ ولكن أكو لزمة أكو حجة أكو ثغرة واحد يريد ينفذ من هذه الثغرة ليعترض أكو موجود الإنسان غير الحكيم لا يعتني ما يسد الثغرة الله تبارك وتعالى من حكمته سد حتى هذه الثغرة حتى واحد ليعترض على الله هذا كلش مهم سواحد يريد يعترض بدون مبرز ذاك كيف ولكن ماكو مجال للاعتراض الله تبارك وتعالى منح الإنسان العقل والفطرة وبعث الرسل وأتم الحجة بالأنبياء بالأوصياء حتى شنو حتى واحد لا يعترض على الله تبارك وتعالى ليش ما أتممت الحج علي ليش عذبتني قبل إرسال الرسول الله عز وجل يتمكن أن يعذب حسب علمه يدري مصيره في المستقبل شنو هذا هذا من أهل النار أو من أهل الجنة من دون امتحان من دون اختبار يوصله إلى مصيره يتمكن هو العالم هو المحيط بكل شيء هو القيوم هو القادر هو المالك ولكن حتى لا يعترض عليه أحد هذه مقتضى الحكمة لاحظوا هذه الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فإن قال قائل فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم الله ما كان يدري لذا اختبرهم لا مصحيح هذا الله كان يدري اختبرهم لعدله ليبين لهم عدله اختبرهم لحكمته قلنا بلى قد علم ما يكون منهم قبل كونه وذلك قوله ولو ردوا لعادوا لما نهو عن يدري أن هذا في المستقبل حتى بعد الامتحان والاختبار ودخول جهنم ارجعنا نعمل صالحا لا لا يرجع كلا أنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزا ليش لأنه لو ردوا لعادوا لما نهو عنه الله يدري تبارك وتعالى بذلك وإنما اختبرهم ليش ليعلمهم عدله هذا مقتضى عدل الله تبارك وتعالى ليعلمهم حتى يخبرهم أن عادل يسد هذا طريق الاعتراض عليهم ولا يعذبهم إلا بحجة بعد الفعل وقد أخبر بقوله تعالى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى تمت الحجة على الكفار بمختلف أنواعها الفطرة العاقل الأنبياء الرسل القرآن إن لم يؤمنوا فيستحقون العذاب بسوء اختيارهم لا أكثر ولا أقا ولذا يقوله تعالى ولو أننا أهلكناهم يعني أهلكنا الكفار بأعمالهم السيئة أو بكفرهم بعذاب من قبله يعني من قبل القرآن الكريم أو من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لو أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل القرآن أو من قبل الرسول فهذا الضمير يعود إلى شنو الآية السابقة لا بها القرآن كلمة القرآن ولا بها كلمة الرسول هذا الضمير يرجع إلى القرآن أو الرسول باعتبار المعنى ما يفهم من الآية السابقة أولم تأتهم بيّنته يعني القرآن ما في الصحف الأولى البيّنة الدلالة الآية القرآن الكريم المعجزة اللي بيّناها في الليلة السابقة بعذاب من قبله هذا القرآن أكفر رسول وراء اللي ينزل من قبله يعني من قبل القرآن أو من قبل الرسول المفهوم من الآية السابقة ويشهد لذلك تتمت الآية لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا من قبله يعني من قبل الرسول لو لا أرسلت إلينا رسولا ولو أنا أهلكناهم لعذاب من قبله لقالوا يعني احتجوا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شوّروا يقولون ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا يعني لماذا لم ترسل إلينا رسولا اللي يبين لنا شنو أوامرك شنو نواهيك شنو تريد ما الذي يدعونا إلى طاعتك أي شيء تحذرنا من لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك يعني نعمل بتلك الآيات نعمل بالقرآن الكريم نعمل بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من قبل الظل والخيزي الظل في الدنيا الخيزي في الآخرة أو كلاهما في الآخرة أو في الآخرة والدنيا معا الظل يعني الهوان شنو الفرق بين الظل والخيزي الظل الهوان على الإنسان يكون ضعيف ذليل يقاد على كره هذا يسمى الذل صغار وانكسار هذا قد يكون في نفسه قد يكون ذلك الذل مع الفضيحة يعني بعض الأحيان واحد ذليل في نفسه هيا بعض الأحيان ذليل ومفتضح أمام الآخرين فيقولون ذلي لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل في أنفسنا في الدنيا ونخزى نفتضح في الآخرة حيث يلقى الكافر في نار جهنم لسد هذا الباب عليهم باب الاعتراض الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وهذا من عدله ورعفته وحكمته وإلا لكان هناك مجال للاعتراض وكان الحق معهم فيما يبدو في ظاهر الآمن يا الله أنت ما دزت لنا رسل أنت لم تتم الحج علينا فلماذا عذبتنا فلإتمام الحجة مع أن الله تبارك وتعالى قادر عالم قيوم يتمكن أن يصنع بالعباد ما يشاء ولا يردعه شيء وذلك باستحقاقهم ولكن مع ذلك فسح لهم المجال لكي يختبرهم وعلى أساس هذا الاختبار بعد إرسال الرسل يتبين مصيرهم قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصلاة السوي ومن اهتدى هذه الآية يستظهر منها ربما أن القرار بيد الإنسان مصيرك بيدك أنت اللي تقرب شنو تريد تصي أصحاب اليمين إن شاء الله أو لا سمح الله أصحاب الشماء إحنا منقهرك بالقوة قررنا أن زمام الأمر يكون بيدك نعم لا نهملك بالمرة فرد مرة واحد يترك المجرم ويهمله يفعل ما يشاء فرد مرة لا يحذره يخوف مقتضاء الحكمة الإلهية والرعفة الإلهية أن لا يترك المجرم من دون انذار من دون تهديد من دون تخوي نجمع بين الاختيار من جهة من جهة تبشير اللي لم ينفع التبشير البشارة بالجنة التهديد قل كل متربصون التربص يعني الانتظار ليس الانتظار العادي انتظار ربما لوقوع حادثة مهمة قالوا شاعر نتربص به ريب المنون نتربص يعني ننتظر وقوع حادثة تغير مجرى الأموم هم احنا المؤمنين هم انتو الكفار نتربص واحد يتربص بالثاني المؤمنون يتربصون بالكفار أن يوقع الله به ما وعده الله للمؤمنين بالناصر والمستقبل كفيل لأن يكشف ذلك المستقبل القريب المدى في انتصارات رسول الله صلى الله عليه وآله على الكفار المستقبل بعيد المدى حينما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو في الآخرة هناك تتبين الحقائق قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار كل متربص يعني كل واحد مننا ومنكم متربص يعني منتظر ليرى مصير الآخر نحن ننتظر وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده لنا إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإنتم تنتظرون بنا النمو وترتاحون من شرنا تتغير المعادلة كلها إن ذلك كله كانوا ينتظرون موت رسول الله صلى الله عليه وآله نتربص به ريب المنون فتربصوا هذا تهديد انتظروا مثل فت واحد يقول للمجرم انتظر ساعة الأخذ رح تجي المحكمة تقام الشهود يشهدون عليه هذا في مقام أمر في مقام التهديد فتربصوا يعني انتظروا أيها الكفار تهديدا لهم حتى تشوفون عاقبة الآمر فستعلمون في المستقبل قريب المدى حينما ينتصر عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله أو في المستقبل بعيد المدى بظهور الإمام المهدي أو في يوم القيامة الدنيا أيام قلائل صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة أو راحة طويلة فستعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني الصراط المستقيم وهو الدين القويم ومن اهتدى من الضلالة إلى الحاق وفي تفسير أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ومن اهتدى إلى ولايتنا وعنه وعنه عليه السلام في الصراط السوي علي صاحب الصراط السوي ومن اهتدى أي إلى ولايتنا أهل البيت وعن الإمام الصادق عليه السلام عن الصراط فقال سؤله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر في جهنم الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم العياذ وعن الإمام الصادق عليه السلام نحن والله سبيل الله الذي أمر الله باتباعه ونحن والله الصراط المستقيم ونحن والله الذي أمر الله العباد بطاعتهم فمن شاء فليأخذ من هنا ومن شاء فليأخذ من هناك ولا تجدون والله عنا محيصا وعند الإمام الصادق عليه السلام الصراط السوي هذا من باب بيان المصداق من عجل المصاديق في آخر الزمان الصراط السوي هو القائم والمهدي من اهتدى إلى طاعته قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بهذه الكلمات ننتهي من هذه المحاضرات في سورة طاها الكريمة هذه السورة باعتبار أنها مكية احتوت على مجموعة من القيم والمعارف الحق من بدايتها إلى نهايتها نلخصها في أسطر في كلمات على الخطوط العريضة مجمل هذه السورة تدور حول العقيدة والأنبياء والرسل عليهم أرضا للصلاة والسلام والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في البداية تطرقت إلى القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وآله ثم إلى علم الله تبارك وتعالى وقدرته وملكه وعظمته وجبروته ثم تطرق إلى قضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وكيفية نبوته ومعجزاته ورسالته إلى فرعون واختيار الوزير الله ثم مناظرته ومواجهته مع السحرة ثم هلاك فرعون وإيمان السحرة ليدل على أن باب التوبة مفتوح الإنسان إذا أخطى إذا عصى حتى إذا كان كافر الله تبارك وتعالى يفتح الباب لا وفرار بني إسرائيل وغرق فرعون ثم ارتداد بني إسرائيل بعبادة العجل ثم حرق العجل ذلك الإله المتخذ ثم عرضت السورة مشاهد من يوم القيامة كنسف الجبال وحشر المجرمين زرقا وعما المؤمن الذي يتبع آيات الله تبارك وتعالى بالتوبة والاهتداء فهو في أمان من كل تلك المخاوف في يوم القيامة ثم تطرقت الآية إلى قضية النبي آدم صلوات الله وسلامه عليه وكيفية هبوطه إلى الأرض وضرورة التوبة وضرورة اتباع هدي الله تبارك وتعالى أما المعرض فمصيره والحياة الظنك الظلال والحياة الصعبة والعيش الظنك والعذاب الأبقى ثم بيّنت السورة جانبا من هلاك الأمم السابقة وضرورة أن يتحلى المؤمنون بالصابر وبإقامة الصلاة والابتعاد عن الدنيا وفي نهاية المطاف تهديد الكافرين بالمصير الأسود الذي ينتظره كنا معكم خلال هذه السنوات طولت حوالي هذه السورة سبع سنوات أنا لا أدعي أنها تفسير وإنما مجموعة من المحاضرات حوالي مئة واثمانين محاضرة كانت تطرقنا إلى بيان بعض ما خطر بالبال لا أكثر ولا أقل ربما فيها بعض الكلمات التي لا تكون مطابقة للواقع ربما فيها عبارات غير دقيقة ربما فيها كلمة سبقت مني لم أقصدها ربما تعميم في موضع التخصيص أو تخصيص في موضع التعميم ربما مبالغة كبيرة عبارة غير دقيقة في غير محلها ربما كان هناك مفهوم أو كلام أو عبارة غير مطابق لما أراده الله تبارك وتعالى فأني أستغفر الله لي ولكم أجمعين وصل الله على محمد وآله الطاهرين نوم 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 اشتغل مني شكرا نوم شكرا لك شكرا شكرا لك شكرا اشتركوا في القناة